ثانيا طرق قياس الناتج المحلي الإجمالي GDP من خلال ما تقدم يتضح لنا أن واحد الناتج المحلي الإجمالي ما هو القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات التي أنتجها المجتمع خلال فترة زمانية معينة هي في الغالب سنة اثنين الدخل المحلي هو مجموعة دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمانية معينة هي برضو في الغالب سنة الحاجة الثالثة لأن الانفاق الكلي هو الطلب الكلي في المجتمع والمتمثل في انفاق القطاعات الأربعة المكونة للاقتصاد وهي القطاع العائلي وقطاع رجال الأعمال والقطاع الحكومي وقطاع العالم الخارجي وعليه يمكن قياس الناتج المحلي بثلاثة طرق هي طريقة الناتج واحد طريقة الناتج اثنين طريقة الانفاق ثلاثة طريقة الدخل بالنسبة لطريقة الناتج تقوم هذه الطريقة على أساس أن احنا بنقيس قيمة كل السنع والخدمات النهائية التي تم انتاجها خلال السنة داخل الحدود السياسية لدولة معينة سواء انتاجها المواطنين حامل الجنسية الوطنية أو المقيمين الذين يعملون بهذه الدولة وهنا يصار تساؤل هام وهو ماذا يحسب ضمن الناتج المحلي وماذا يستبعد وذلك فيما تعلق بالعمليات غير السوقية وفي البداية لابد أن أتعرف على ما هي العمليات غير السوقية العمليات غير السوقية هي العمليات التي تتضمن سلع وخدمات لا ترد إلى أسواق ولا تتم مبادلتها بنقود إذن العمليات غير السوقية دي عمليات أساسا لا تتضمن هي العمليات لا ترد إلى أسواق ولا تتضمن ولا تتم مبادلتها بنقود فإحنا عايزين نعرف دلوقتي نتعرف على مجموعة من الأمثلة لهذه العمليات غير السوقية وعن كيفية معالجتها وعن زي نعليجها ضمن الحسابات الناتج المحلي الإجمالي أولى هذه الأمثلة اللي احنا ممكن نتعرض لها اللي هي السلع التي يتم استهلكها طبعا السلع التي يتم استهلكها بوسطة منتجيها زي مثلا الجزء الذي يستهلكه للفلاح أو المزارع من محصوله الزراعي طيب دي نعملها إزاي؟ قالك دي سلع تمثل جزء من الناتج ولا بد من إضافتها ولا بد أن تحسب على أساس أسعار مسيلاتها في السوق يبقى إحنا لازم ندخل قيمة السلع والخدمات اللي استهلكها أصعبها زي السلع اللي استهلكها المزارعين لابد أن تدخل ضمن الحسابات الناتج المحلي الإجمالي ولكن طريقة حسابها أن هي بتحسب على أساس المسيل في السوق على أساس المسيل في السوق المثال الثاني لهذه العمليات غير السوقية اللي هي خدمات الإسكان أو المساكن اللي بيعيش فيها أو يقطنها ملكة يعني واحد عنده بيت سكن فيه طب أنا أحسب إزاي الكصة ديت أو أحسب إزاي خدمات المساكن ديت وإزاي تحسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقة أنها تتم حسابها ويتم تقييمها كأنما يؤجرها أصحابه يبقى نشوف دلوقتي الراجل دوت لو صاحب بيت الراجل دوت لو أجر البيت لغيره كان هياخد كام الكيمة الإيجارية اللي هو كان هياخدها من الآخرين هي دي اللي تتحسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي يبقى إزا السلع التي يستهلك أصحابها تحسب على أساس إيه؟ تحسب على أساس مسيلاتها في السوق أما خدمات الإسكان أو المساكن التي يعيش فيها أصحابها تحسب على أساس القيمة الإيجارية التي كان من الممكن أن يحصل عليها صاحب البيت لو أجر هذا المنزل أو هذه الشقة أو هذا السكن إلى الغير المثال الثالث اللي هو الخدمات الحكومية المجانية زي الدفاع والأمن والتعليم هي خدمات لا بد أن تدخل في حسابات نتج المحلي الإجمالي ولكن لا يمكن تقييمها على أساس سعر المسيل في السوق لأن ملهاش مسيل في السوق أما اللي احنا نحسبها إزاي؟ يتم حسابها بقيمة نفقتها تحسب على أساس التكلفة والنفقة التي تكبدتها الدولة أو تحملتها الدولة في سبيل الحصول على مثل هذه الخدمات المثال الرابع هو الخدمات الشخصية المجانية والتي يقدمها الأفراد دون الحصول على مقابل زي خدمات ربط البيوت أو أصلح الرجل مثلا لسياراته بنفسه تمثل خدمات منتجة هي حاجات منتجة يتعين يدخلها ضمن نتج المحلي الإجمال ولكن للأسف شديد لا يمكن أن تحسب ولكن للأسف لا تدخل ضمن حسابات النتج المحلي الإجمالي لماذا؟ لصعوبة حصرها وصعوبة تقييمها صعوبة حصرها وصعوبة تقييمها ولتجنب الإزدواجية والتقرار في الحساب عند حساب الناتج المحلي الإجمالي لابد من اتباع الأسلوبين الآتيين ألف الأسلوب أو أسلوب المنتج النهائي بأسلوب القيمة المضافة بالنسبة لأسلوب المنتج النهائي نجد أن أسلوب المنتج النهائي أسلوب يقضي بجمع قيم جميع السلع والخدمات النهائية وعدم إدخال أي عمليات وسيطة عند حساب الناتج المحلي الإجمال أي أنه يتم حساب السلع والخدمات أو المنتج النهائي الذي يباع مباشرة في السوق أما أسلوب القيمة المضافة هو بنقول أن القيمة المضافة ما هي إلا المساهمة الصافية في الناتج المحلي أي هي عبارة عن قيمة الإنتاج مطروحة منه مسلزمات الإنتاج يعني لازم نقول أو نلاحظ أن القيمة المضافة ما هي إلا القيمة الإنتاج نقص مسلزمات الإنتاج دلوقتي هناخد المثال رقم واحد وهو مثال توضيح على طريقة الناتج بنقول في ايه؟ بنقول ان بفرض ان لدينا سلعة نهائية كالملابس القطنية الجاهزة وبنقول بالطبع ان المادة الاولية او الخام لهذه الصناعة طبعا هي القطن فبنقول لو باع مزارع القطن ما لديه من قطن ب15 الف ريال لمصنع غزل ونسيج ثم قام مصنع الغزل والنسيج بتحويل القطن الى قماش ثم قام ببيعه ب35 ب35 الف ريال لمصنع ملابس جاهزة ثم قام ذلك الاخير اللي هو مصنع الملابس الجاهزة ببيع ما انتجه من ملابس جاهزة في السوق ب75 الف ريال طيب دلوقتي اما جاء انا احسب الناتج احسب الناتج ازاي؟ اما جاء احسب الناتج لو قلت الناتج هو مجموع ما انتج من سلع وخدمات يبقى اذا الناتج بيساوي 15 الف ريال اللي هو قيمة القطن زائد 35 الف ريال اللي هو قيمة القماش زائد 75 الف ريال اللي هي قيمة السلع والمنتجات النهائية اللي هي الملابس الجاهزة فالمجموع في النهاية هي 125 الف ريال لكن في الحقيقة الكلام ده مش مصبوط الناتج ما يتحسبش بهذه الطريقة الناتج لابد ان يحسب بطريقة اخرى وايه السبب في انه لازم يتحسب بطريقة اخرى؟ السبب ان فيه ازدواجية جبيرة جدا في الحساب فالملابس القطنية الجاهزة دية كانت في الاصل غزل والغزل كان في الاصل قط يبقى القطني دخل في الغزل ودخل في الملابس الجاهزة كما دخلت صناعة القماش او صناعة او مرحلة الغزل ونسيج دخلت في مرحلة الملابس الجاهزة اذا هناك المقصود ان هناك ازدواجية في الحساب طبع عشان اتخلص من الازدواجية اللي في الحساب دي اعمل ايه؟ يابد أن يتم حساب الناتج المحلي الإجمالية إما بطريقة المنتجات النهائية أي أننا أقول أن الناتج يساوي فقط 75 ألف ريال أو أحسب بطريقة القيمة المضافة اللي أنا هشوفها بعد شوية في الجدول التالي فلو بصينا في الجدول التالي في الجدول التالي بيبين لدي الوقت مراحل الإنتاج السلاسة للصناعة اللي احنا بتتكلم عنها اللي هي إنتاج الملابس الجهزة وعندي قيمة البيع وعندي في بعد كده مسلزمات الإنتاج وعندي في العمودة الأخيرة القيمة المضافة طيب أنا عايز أحسب القيمة المضافة دلوقتي أحسبها إزاي؟ دلوقتي قيمة مضافة كما علمنا أنها تساوي قيمة البيع نأسمو سلزمات الإنتاج يبقى إذن دلوقتي نأخذها مرحلة مرحلة يبقى أنا أحسب القيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية فالقيمة المضافة للمزرعة القطن بتساوي قيمة البيع نأسمو سلزمات الإنتاج يعني 15 نقص صفر بيساوي 15 طيب القيمة المضافة لمصنع النسيج بتساوي ايه تقول لي بيساوي 35 قيمة البيع نقص 15 مليا مسلزمات الانتاج يعني بيساوي 20 طيب بعد كده القيمة المضافة لمصنع المنافس الجاهزة بيساوي ايه تقول لي بيساوي 75 قيمة البيع نقص مسلزمات الانتاج 35 يعني بيساوي 40 طيب الكلام ده كويس يبقى احنا وصلنا دلوقتي للقيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل عملية الانتاجية لكن دلوقتي أنا أسأل على إجمال القيمة المضافة إجمال القيمة المضافة المفروض تساوي إيه اللي تساوي 15 زائد 20 زائد 40 يديني 75 نلاحظ جيدا أن القيمة المضافة أن إجمال القيمة المضافة لكل مراحل الإنتاج بتساوي تماما الناتج باستخدام السلع والمنتجات النهائية إذن الملاحظة الهامة التي نتحدث عنها أن إجمال القيمة المضافة يساوي قيمة السلع والمنتجات النهائية يساوي في المثال بتاعنا 75 النتيجة العامة او الخلاصة اللي احنا ممكن نتكلم عنها نقول ان الناتج المحلي الاجمالي باستخدام القيمة المضافة يساوي الناتج المحلي الاجمالي باستخدام قيمة السلع والمنتجات النهائية